استفزاز روسيا لقد كانت روسيا هدفاً لكل توسع غربي في اتجاه الشرق ووجهت كل قوى الغربي دائماً جوشها نحوها وفي بداية القرن التاسع عشر اشتاح نابليون العديد من البلدان الأوروبية وصولاً إلى روسيا الغنية بترواتها من الفحم والحديد والنفط والغاز والذهب إلى آخره وكذلك فعل هتلر في الحرب العالمية الثانية مواجهاً جيوشه الضخمة صوب روسيا أيضاً لنفس الغرض ويسير حلف الناتو اليوم على خطى نابليون وهتلر للوصول إلى روسيا فسعى إلى استغلال الفراغ الذي تركه تفكك الاتحار السوفيتي واستثمار ما أعلنه الغرب انتصاراً في الحرب الباردة على المعسكر الشرقي بقيادة الاتحار السوفيتي وما اعتبره إنجازاً تاريخياً في هزيمته واندحاره ويحاول بجد لو استطاع ضم كل البلدان المكونة للاتحار السوفيتي سابقاً والمطوقة لروسيا من وسط آسيا إلى البحر الأسود إلى البلطيق مع أن ضم أغلب بلدان المنظومة الاشتراكية سابقاً المحادية لها وما اعتبرته روسيا استفزازاً خطراً وتطويقاً لها من جميع الجهات وفي الواقع كذلك بوضوح تام فبعد تدمير وتفكيك يغزلافيا واستكمال ربط الحلقة المفقودة في سلسلة الناتو بدأ تطويق روسيا إن روسيا ليست قوة يمكن حصارها وتطويعها وقهرها وهزيمتها بسهولة وفي التاريخ القريب والبعيد ما يشهد على ذلك فهي تمتلك أكبر مخزون من الاسلحة النووية في العالم يقدر بحوالي 16 ألف رأس نووي تطلق من صوامع أرضية ومن غواصات ومقادفات استراتيجية تنفرد روسيا بملكيتها من بين كل دول العالم وتعوض بترسانتها النووية الرهيبة أو ما تسميه بالتلوت النووي وهو الصواريخ الاستراتيجية والقادفات الاستراتيجية والغواصات القادرة على حمل أسلحة النووية عن أي نقص في قوتها العسكرية التقليدية من حيث التدريب والتعبئة والتحضيرات السوقية إننا ندعو من موقع حرصنا على السلم العالمي ألا يتم الزج بالبشرية في مغامرات جديدة تعرضها للإبادة والدمار هذه المرة وليس كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية إن السفزاز روسيا ومحاصرتها يهددان السلام العالمي وينذران بحرب نووية جديدة وشاملة ليست ضرورية خاصة وأن أمريكا اعتمدت في أحيان كثيرة على معلومات ملفقة وتحليلات غبية وسادجة وأراء قاصرة وجزئية ومغرضة هل كان الغق عندما تحمس لاستقلال كوسفو أن تصل حم المطالبة بالاستقلال إلى أبخازيا وأوسيتي الجنوبية وأن التحليلات إلى ورطة الأمريكيين في العراق بنيت على معلومات ملفقة وغير موثوقة قدمها عملاء هاربون من وطنهم طمعا في كسب عصف المخابرات الأمريكية إن استمرار حلف الأطلسي وتوسيعه لم يعود له من سبب بعد تفكك الاتحار السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة اللهم إلا احتلال روسيا ثم بقية العالم إن لأمريكا كأي بلد في العالم الحق في الدفاع عن نفسها ولها حق المطالبة في التمتع بالسلام الدائم ويتيح لها موقعها الجغرافي البعيد بين المحيط الأطلسي شرقا والمحيط الهادي غربا وبين المحيط المتجمد شمالا ودويلات صغيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية لا تشكل خطرا على أمنها وسلامتها جنوبا أن تكون بلدا آمنا للمهاجرين واللاجئين بعيدا عن صراعات وطموحات قارات العالم القديم وتستحق أنائد أن تصديف مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبارها دولة كونية ساهمت في تكوينها وازدهارها كل شعوب الأرض وأنها دولة محايدة أما أن تصبح أمريكا كما هي اليوم طرفا في كل عدوان في العالم فذلك ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام العالمي ويشكل خطرا على أمريكا ذاتها إن أمريكا يجب أن تعود إلى مبدأ مورو الرئيس الأمريكي الخامس عام 1817-1825 عدم التدخل في المشكلات أو العلاقات مع أوروبا وعدم مد الدول الأوروبية لنفوذها الاستعماري تجاه أمريكا وتعميم هذا المبدأ ليشمل عدم التدخل في كل دول العالم كما أن أوروبا يحق لها أن تكون قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لتشكل كيانا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مستقلا خاصا بها وتكون قطبا جديدا في توازن السياسات الدولية ويترك لروسيا كقوة أخرى تاريخية وصعدة حرية تشكيل قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها ويمكن لأوروبا الموحدة أن لا تربط نفسها بأمريكا البعيدة وأن تكون عازلا استراتيجيا بين أمريكا وروسيا وأن يكون المحيط الأطلسي كذلك عازلا بين أوروبا وأمريكا وتستفيد من تروات روسيا من الغاز والنفط وغيرها فروسيا هي الشريك الديمغرافي لأوروبا وليس القارة الأمريكية لو قدرت أوروبا مصالحها لربطت نفسها وديا مع روسيا وليس مع أمريكا